السهر الليالي الليلة عبر إذاعة التطوين يأخذنا مباشرة إلى مصر مع الموسيقار الكبير محمد سلطان ليعتبر أحد أعمدة الموسيقى في مصر مع طبعا أسماء كبيرة هو الموسيقار هو الملحن وهو أيضا الممثل معنا اليوم في إذاعة التطوين أستاذي مساء النور نحن 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 خير شنو أحوالك؟ شلا بخير؟ الحمد لله بخير أشكرك جدا الله يخليك يا رب ذكريات أحلوة هذا المشوار مليء بنجاحات كبيرة محطات مهمة في حياة الموسيقار الكبير محمد سلطان وأهم محطة هي طبعا المطربة الكبيرة فايزة أحمد الله يرحمه فقدنا شيء هام جدا ركن من أركار الغناف أهم الذكريات ممكن نسترجعوها مع بعضنا أستاذي مع فايزة أحمد كل الذكريات عن فايزة أحمد فايزة أحمد هم أولادي عندي ولدين منها ربنا يخليهم رب يفضلهم أتباء دلواجزة كترة الحمد لله وبعدين فايزة شريكة حياتي ورفيقة عمري أقول لك إيه عن فايزة أحمد نتذكر أيضا حتى الفنانين نتذكر السيدة سوليفة تونسية وقتلي زارة بيت الموسيقار محمد سلطان في الصالون ما شاء الله صور المطربة فايزة أحمد وكل موجودين في الصالون ما زلت تحتفظ بهم الصور نرجع شوية للعود نعرف أنه علاقة الموسيقار محمد سلطان بالعود العود علاقة وطيدة جدا خاصة منذ نعومة أظافرك بحياتك اللي كلها كان هو رفيق الدرب العود طبعا العود أساسي جدا عندي هو يعني معي وانا عندي سبع سنين بعد فهود كله العود بالنسبة لي هو يعني سلاح الأول في الثقة آخر عود اشتريته من وين لا لا اشتريته إذا عندي أهدان كتير أنا بحب الأهلات الموسيقية الحلوة زي العود والكمان يعني أنا عندي بعض كمانجاته بس عندي أهدان أكتر أنا أنا أساسا عايزي فوت كويس طبعا هما صناعة مصرية لكلهم ولا مختلفة يعني لا فيه مصرية وفيه عراقية تونسية وفيه من لبنان وكل هتة كنت كل بحثة ورح فيها أجيبه وعندك ذكريات أحلوة مع تونس طبعا تونس تونس دي يعني بالية جدا علي يعني يوجداني أنا بحب تونس لأن أولا أهل تونس شعب عظيم جدا شعب فنان وأنا بحب تونس جدا وبحب شعب ذكرياتك وقت لي زورت تونس لا أزمن ساعة طبعا أنا رحت لتونس كتير يعني كنت رحتها أنا رفايدة كذا مرة ورحتها الوحدي كمان كذا مرة السنوات هذه الأخيرة من يسأل عن الموسيقار محمد سلطان من أهل الفن شكون اللي عندك تواصل معهم يأخذوا تليفون يكلموك يتمنوا عليك على صحتك على أخبارك طبعا ما ديش نظمالية طبعا اللي أنا أغسين المطلبين اللي أنا أقدمتهم زي نادية مصطفى وهاني شاكر وحمد صارت طبعا دولي أنا أقدمتهم فبسألوا عني دايما يسيلوا عليك أه دايما لا بس أقولك حاجة إحنا عندنا في مصر حكاية التواصل الإخساس كده بالانتماء موجود عندنا كتير قوي لقطة جميلة جدا إن شوفوها من جمعية محبي الأطرش إنها تكرم الموسيقار محمد سلطان كان هدايا في شهر 6 العام هدايا بقول طبعا أنت عارف أن فريد الأطرش كان يعني هام جدا حياتي في العلاقات يعني كنت بحبه جدا وكان فضيخ أساسا صديق عزيزو كنت تلفيق السلة بيه على طول بالسلة بيه على طول وأنا تعرفت على فائزة من عنده من بيته وشوفتها عنده وابلوزنا فريد الأطرش بالنسبالي أخ يعني فنان عظيم وأخ صديق عظيم كمان نعم أنا إنسان متواضع جدا أنا عام هو أخذ درجة فيه جمتل مان كتير فيه ناس مصر والبلاد العربية مليانة جمتل مان يعني الشعب العربي كله جمتل مان كله عظيم الله أنا أنا إنسان بحب التواضع يعني بحب الحب وخلص يعني أنا أحب الناس والناس حمديني خلص لكن ما عنديش أبدا أحساس إن أنا مميزة وأنا فيه بالعكس أنا زي زي أي مواطم نعم قدمت كثير من الأعمال لكن خلينا نستعرضوا مع بعضنا أهم ممكن الأعمال اللي تبقى في البال وتبقى راسقة للجمهور التونسي والعربي عموما التعمل كبير جدا من الأعمال الغنائية الموسيقية أغاني وقصائد كثيرة جدا وأعمال مصرحية كتير أعمال موسيقية عملتها كتير وموسيقى كثيرة جدا كمان زي الأغاني ومطلبين كثير جدا قدمتهم أنا اللي 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 بقى نجوم زي هام الشاكل وزي مادية مصطفى وزي محمد صاروات كلهم دول أقدمتهم يعني قدمت الأسالة نصري مجموعة أيضا من الأغاني قدمت ما شاء الله يعني إذا مش معقول أول حاجة عمالتها نجحتها سمحتك كتير أول حاجة طبعا سمحتك كتير أحبك من زمان أغنية أكثر من الحب أغنية هذه الميادة الحناوي أغنية سميرة سعيد أغنية الليلة دي أغنية أيضا سميرة سعيد أنت أنا أغنية كل الناس أصلا نصري أغنية إياك تنسى سميرة سعيد عجبك كده ميادة الحناوي الأغاني الخالدة الأغاني اللي تبقى خاصة في البال أغاني طبعا المطربة الكبيرة فايزة أحمد من أحلى الأغاني اللي أنا شفتهم وأحلى طريق تذكر أغنية أحلى طريق آه طبعا صحابة أحلى طريق في دمياكي أيوة عبني بالي معاك بالنسبة لفايزة أحمد عملت لها معظم أغاني فايزة أحمد طويلة كلها أنا لعملها معظمها خليكم شاهدين الخصائد اللي عندها معظمها أنا أعملها غير الأغاني الشعبية بقى فايزة أحمد بمكتبة كبيرة الفايزة أحمد كان انسيجام كليل فارية جدا فارية جدا فارية طبعا أغاني أغاني الشعبية والمشحات والقصاء الأغاني الشعرية شيئا جدا والشعبية كل الألواع الأغنية الفايزة أحمد مكتبة الغلاء يعني السرية بالأغاني اللي عملتها الفايزة عملتها جدا عملت لها أيضا بصمة خاصة نعرف أنه المطربة الكبيرة فايزة أحمد عاملت أيضا مع محمد عبدالوهب مع أسماء متعددة النجاح الأكبر والإشعاع وهذا الانسجام اللي صار بيناتكم أعطاها اسم أكبر على مستوى الوطن العربي كانت نجاحات متتالية فيها محبة كبيرة فيها صدق فيها نغمة الحلوة اللي ممكن عرفت المطربة فايزة أحمد أين تجد نفسها؟ أقول لك حاجة أقول لك حاجة أنا طبعا مستاذ أحمد كانت زوجتي وأم أولادي يعني اللي بيني وبيني عملت لها حاجات كير جدا عشان عارف قدر هذا الصوت وإن هذا الصوت لازم تحط في المصف الأول في الأول خالص فكنت عارف قدره عشان كده اتمدي والله مش عشان زوجتي بس لأنها الصوت عظيم مالك لكن طبعا هي صوتها أفدني أنا يعني ادعمني يعني وصلني الناس أكثر لأن الصوت فايزة صوت عظيم لازم اعترف بك يا ده مش أنا بس وقلت جميل فايزة وكبرتها من ساعتها لا هي كمان كبرتني بصوتها صوت عظيم نعرف إنه خاصة كيتكون فنانة ناجحة وعندها اسم كبير وزوجها موسيقي وملحن وممثل يعني هل إنه الغيرة كانت تلعب دور بيناتكم لا 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 عمر ما فيها غيرة دخلت بينا لا لا كنت بتمنى أنها تبقى حسن مني وكنت بتتمنى أنها أكون حسن منها واحنا الاثنين كنا مع بعض سفينا واحدة بكبير سفينا واحدة ننجح بيها ونفسها بيها لأن تشوف تشوف نجاحك من خلالها وهي تشوف نجاحها من خلالك أنت صح صح حفلات تونس أيضا كانت حفلات ناجحة للمطربة الكبيرة فايزة أحمد من خلال زياراتكم إلى تونس هالذكريات الرائعة اللي تبقى نعرف رأي الموسيقي يعني في الشعب والجمهور التونسي فنيا نحكي أنا معروف رأيي عن الشعب التونسي وعن تونس مساد دائما أذكرها وأقول إن الشعب التونسي من أحسن الشعوب العربية حطه في المقام الأول الذي يستوعب جيدا ويستمع كويس جدا ويعرف قدر كل موسيقي وكل فنان الشعب التونسي شعب عظيم جدا وأنا بحبه ويقدره جدا يعني الشعوب العربية كلها عظيمة يعني الشعب المغربي كمان شعوب الأخرى كلها شعب المصري كله لكن الشعب التونسي بزاك يعني حطه في خطيني ما هو بيستمع كويس وبيعرف قدره كل واحد كويس أستاذي تعملت معه أكثر من اسم سواء سعاد محمد فايزة أحمد أصلا نصري أسماء متعدة يعني اتعملت معهم مياد الحناوة أنا قدمت أصوات زي شاكر ومحمد ثروت وناديا مصطفى أنا قدمتهم أنا مش حنبالي قوي إن أنا زعمل من كلها صويرة وكبيرة لا لأن كلنا كل إنسان في الدنيا زي ما هو ممكن يتمايز ويتقدم ممكن يخطأ كمان كلنا نغلط يعني نعم أستاذي أهم المحطات اللي تبقى في البال للموسيقار محمد سلطان محطات كتيرة جدا منها أنا طبعا حقول لك حاجة علاقتي بالموسيقار عبدالوهاب لأن أنا عرفه أنا عير زباية موسيقار عبدالوهاب ده يعني له قدر كبير جدا في حياتي يعني دايما دايما بقب بشر عليه ودايما كنت أرصال بيه لأنه عرفه أرطف أستاذ فريد برضو كان صديقي جدا مطلبين كتير على ديبطون فريزة كانت طبعا في خدمة لأن فريزة أحمد لها فضل هي صوتها لها فضل عائية أنا سبت لي خلاني محمد سلطان أنا أنا مش مغرور وعمري ما أنكر أبدا في مصلحتي فريزة أحمد كان لها دور إن أنا اسمي يكبر وقدري كملاحن يكبر من خلاف صوتها صوت عظيم وأنا كنت بديها أحلى حاجة عنتي طبعا لأنه كنت أحبا جدا وكنت مؤمن بصوتها جدا نعم فريزة أحمد شيء أهم في حياتي وما فريزة أحمد بالذات عندي سجل كبير جدا وأعمال كثيرة جدا فريزة كانت غني الأغنية الشعبية الأغنية الباسمة الكراسيك والقصائد والموشحات أنا عارف كويس إن الشعب التونسي من أعظم شغل العربية المستمع الجيد يعني الشعب التونسي يعرف يميز قدر كل فنان ويعرف هو فين يتحط في أي مرتب أصلحتي إن الأغاني بتاعتي وبتاعت فريزة يبقى موجودة عنده كلها لأن الشعب التونسي من أعظم شغل العربية المستمع الجيد يسمع كويس أو الشعب التونسي المسيقار الكبير محمد سلطان الكلمة ليكنتا عبر إذاعة تطوين من تونس أقول لهم أنا بحبكم جداً وأحب الشعب التونسي جداً أحب الشعب العربي كله والشعب التونسي بصفة خاصة أنا بضع في اعتباري واحتران وتقديري لإذاعة تطوين إذاعة تطوين لها قدر جداً كبير جداً من الحب في قلبي وأشكر بالذات إذاعة تطوين وأشكركم جداً وأنا اسمي المسيقار محمد سلطان الله ينورك نورتني الليلة موسيقارنا الكبير طبعاً عبر إذاعة تطوين في سهر الليالي الله يديم الصحة إن شاء الله ديما نسمع أخبار طيبة عليكم نلتقي على محبة بإذن الله شكراً لك شكراً لك أستاذي شكراً لك شكراً لك